الى جانب منصاتها الالكترونية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة عملت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الى تقديم عدد من خدماتها العدلية عن بعد جولة قامت بها كاميرا الأخبار في أروقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شملت عددا من أقسام إدارات المحاكم والتنفيذ وأموال القاصرين لمشاهدة منهجية العمل والأساليب التي يتم اتباعها من قبل المختصين في تسوية الطلبات والرد على تساؤلات قانونية لا تحتمل التأخير وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وكغيرها من الجهات الحكومية التي توجهت مسرعة نحو المواضبة على تقديم خدماتها العدلية المتنوعة عبر جملة من آليات العمل عن بعد في تلقي استدعاءات المراجعين وتسويتها إما من خلال منابرها الإلكترونية المنتشرة أو عبر حسابها الرسمي وتلقي المعنيين في أقسامها هاتفيا لاستفسارات المواطنين والمقيمين على وجه العموم والإجابة عليها بصورة شافية فرق العمل المكونة تعاملت مع العديد من الاتصالات التي بلغت حوالي ألفين اتصال وخمسمائة بريد إلكتروني يومياً وهذه المعاملات تم إنجازها عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني خلال مدة بسيطة وتتمحور هذه الطلبات والاستفسارات حول تقديم المذكرات وخاصة للمحاكم الجنائية حيث يقوم المتقاضي بتقديمها دون الحاجة للحضور للمحكمة خطة عمل مساندة اقتضى تفعيلها استناداً على معطيات الوضع القائم والتي حلت بملامحها ضمن إطار الإجراءات التنظيمية الاحترازية المتخذة في قطاع العدالة لمنع تمدد الوباء وانتشاره في بيئة التجمعات لتعتمدها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف تمكين المحامين والمتقاضين وعموم المراجعين من تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور عمدت إدارة أموال القاصرين وشؤون أموال القاصرين إلى إتباع الخطة المساندة التي انتهجتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال وضع خطة أو خط ساخن وتفعيل جميع الحسابات الإكترونية تم تخصيص 11 خط ساخن من قبل إدارة التنفيذ للرد على الاستفسارات والدعم الفني لجميع مطالبين الخدمة والمتقاضين على حد سواء وبالإضافة إلى البريد الإلكتروني طبعاً الإدارة تستقبل ما يقارب 300 اتصال هاتفي يومياً من استفسارات أو مداخلات أو دعم مثل ما قلنا بالإضافة إلى ما يقارب 150 بريد إلكتروني يتم التعامل معها يومياً بشكل مباشر جانب كبير من جوانب الأخذ بالأسباب التي تم مراعاتها في التعامل مع تبعات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي ألقت بظلالها على كيفيات سير العمل في معظم دوائر الدولة الرسمية والمتمثلة بتقليل حجم الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مباشر وتطبيق منهج التباعد الاجتماعي وحظر التجمهورات في محيط واحد لتلفزيون البحرين محمد رشادات